بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى ما خلق أو ما نزل من ذا إلا ونزل معه الدواه وموضوع اليوم سوف نتحدث عن البرسي أو البرسي يقول لك واحد البرس لكن البرس هو الوزن لكن البرس هو مرض يصيبه الجسم وهو إثر تشنجات بلغامية في الجسم الإنسان وبورودة عالية تأتي في الجسم فيصاب بهذا المرض وقد يسري هذا المرض في الجسم إلى أن يصبح كامل الجسم مشوه وهو بياض ناصع في الجسم وهو مرض العياذ بالله يعني دواؤه أحيانا يكون صعب بعض الشيء أعطيكم إن شاء الله الوصفة في بدايتها وفي بداية المرض ليس أن يتمكن المرض من الشخص ويقول لك الوصفة لم تنفع معي وصفة سهلة جدا 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 إذا اتبعت النصائح لمدة شهور بإذن الله تشفى من هذا المرض إذا كان في البداية بإذن الله سمع العديد تابعوا معي الطريقة نأخذ بصلا أو بصلة كبيرة يفضل أن تكون بصلة كبيرة يعني من مقطوفة جديدة ليس اليابس البصل الذي ما زال بمهة كبيرة جدا نقوم بفك قشورها جيدا ونغسلها ونضحها على جمر توضع على جمر كأنك ستشوي لحما نركزوا معي إخواني الكرام نشويها جيدا كأنك ستحضر بها صلطة مشوية هذه ثم نخرجها من ذلك الجمر ونقوم بعصرها يقول لواحد كيف ستعصرها تعصر أخي كريم تبرد وتعصر أو في داخل قطعة كماش وترغط عليها أو تطحنها وتستخلص ماءها كل الطرق سهلة لا نصعب الأمور عن بعضنا ثم نأخذ حبوب الفجل تعرفون حبوب الفجل نضحنها جيدا تدق جيدا في مهراز ونخلط ذلك العصير مع ذلك المسحوق مسحوق حبوب الفجل يخلط جيدا مع بعضه ويوضع في وعاء باللوري محكم الغلق لنستعمله فترات طويلة ثم ندهم به ذلك المكان المكان لمدة سبع أيام ثم إذا لم نرى تغير والتغير سيأتي على طول المدى لن يأتي مباشرة لا يوجد شيء اسمه كون فيكون فهذه ربما الخاصية تميزة بها سيدنا عيسى أعطاه الله هذه الكرامة ليدوي بها الناس يدويهم من البرس ويشفي الأكمة والأبرس والأعمى يعني سبحان الله لكن نحن نجتهد وهي عن علماء من السلف الصالح بإذن الله ثم يعني تتبع طريقة غذائية معينة الطريقة هي أن تأكل اللحم الأحمر لا تأكل الدجاج لا تأكل لحم الأرنب لا تأكل اللحم الأبيض ابتعد عنه قدر الإمكان في تلك الفترة من العلال الخبز الأبيض تبتعد عليه قدر الإمكان تحاول أن تأكل خبزا أصمر أو خبز يعني يكون مخلوط بهذا النخال تقول خبز يعني جاف شوي ثم نحاول أن نأكل كل صباح يعني ثوم مهروس حتى نصف ثومة نصف قطعة أو حبة من الثوم صغيرة تهرس وتأكل مع ملعقة من العسل مدة شهر أو أكثر شوي تحاول أن تغضب على تلك الواصفة بإذن الله وتأكل أشياء حارة لا تشرب وراءها ماء تأكل أشياء حارة بإذن الله إن كان الله قد قدر لك الشفاء بفضل إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وتلك الوصفة ستساعد هذا المريض بإذن الله سميع العليم أن يشفى تماما وتمنع انتشار المرض في الجسم هذه طريقة مجربة بإذن الله سميع العليم مأخوذة من ناس ثيقات من علماء في الأمة الإسلامية بإذن الله سميع العليم مجربة ونجحت مع الكثيرين بإذن الله هذا إضافة إلى العزيمة والتوكل على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يجيب الشفاء لكل مؤمن إلى هنا إخواني الكرام لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته